أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلك بالطاغية وأما عاد فأملكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهدتري لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغلنا أحملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واهية فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تغفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية أطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سوقانية خذوه فغلوه ثم الجهيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من نسلين لا يأكله إلا الفاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لأول رسول كريم وما هو بأول ساعر قليلا ما تؤمنون ولا بأول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقابيل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكفرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم